مرحبا بكم سلمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد سعيد العمر الى الحكومة الاردنية عصر اليوم وقال شقيق الشهيد لرؤية انه نقل جثمان الشهيد الى مستشفى البشير في العاصمة فور وصوله عبر جسر الملك حسين من فلسطين المحتلة وضاف عبدالله هايل العمر شقيق الشهيد انه سيتم تشيع جثمان الشهيد بعد صلاة ظهر يوم غد وسيواري الثرى في مسقط رأسه ببلدة لمغير في محافظة الكرك وكان العمر استشهد الجمعة الماضية برصاص الاحتلال قرب باب العمود في القدس المحتلة وزعم الاحتلال حينها ان الشهيد حاول تنفيذ عملية طعن الا ان الاردن شكك بروايته وندد بها اكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة لانتخاب جهاد الممني ان الهيئة قامت بتسليم جميع مستلزمات العملية الانتخابية الى كافة المراكز في محافظات المملكة استعدادا ليوم الاقتراع الذي يصادف بعد غد الثلاثاء الممني وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بيّن ان مجلس مفاوضي الهيئة سيجتمع غدا للبت في موضوع البطاقات الشخصية المنتهية الصلاحية مشيرا الى انه تم ربط 4884 مركزا انتخابيا في جميع مناطق المملكة بشكل الكتروني فيما يتعلق ببطاقة الاحوال المدنية غدا سيجتمع مجلس المفاوضين لقرار اعتماد البطاقة المنتهية الصلاحية من عدم اعتمادها لكن في كل الاحوال قبل قليل وردني ان دائرة الاحوال المدنية سوف تستمر في الدوام حتى الساعة الثامنة مساء اليوم وغدا وبعد غد وبالتالي ففرصة تجديد بطاقة الاحوال المدنية متاحة للجميع ومرة اخرى نؤكد على ان الهيئة المستقلة للانتخاب سوف تتعاون مع الجميع من اجل انجاح هذه العملية وبما يشمل ايضا البطاقات الاحوال الشخصية افتتحت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم المقر الاعلامي المخصص لتغطية فعاليات ومجريات يوم الاقتراع والفرز والذي يعد المرجعية الاساسية للصحفيين المعنيين بتغطية مجريات العملية الانتخابية تفاصيل هذا المقر الاعلامي وتغطية رؤية للانتخابات في التقرير التالي اصدار البيانات الصحفية الخاصة بالعملية الانتخابية وارسالها لوسائل الاعلام المختلفة المقرؤة والمرئية والمسموعة وتغطية اخبار انتخابات 2016 التي ستجري بعد يومين من مختلف محافظات المملكة تعد اهم الخدمات التي سيقدمها المركز الاعلامي الذي افتتحته الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم مرجعية اساسية للصحفيين وكوادره من ضمن الثمانين الف موظف الذين يعملون في الدوائر الانتخابية حول المملكة ومجهزة بكافة مستلزمات الصحفيين ووسائل الاعلام يبقى المركز الاعلامي هو الهدف او هو المكان المفصل الذي يجب ان يسهل لاجهزة الاعلام الوصولي للمعلومة بشكل دقيق وسريع ولقد قمنا بتوجيه العاملين في الهيئة على اصدار النتائج اولا باول وان ترسل اول ما ترسل الى هذا المركز الاعلامي يعلنها الناطق الاعلامي للهيئة حتى يتسنى لاختنا في اجهزة الاعلام ان يستمدوها دقيقة ومن الهيئة مباشرة وقبل اي جهة اخرى الهيئة اكدت وعلى لسان رئيسها دكتور خالد الكلالدة انها ستتواصل بشكل دائم ومستمر مع الصحفيين كما طالبت وسائل الاعلام بممارسة دورها الرقابي والمهني يشار الى ان رؤية ستقوم بتقطية مجريات يوم الانتخاب وعلى مدار الساعة لحين صدور النتائج من الهيئة المستقلة للانتخابات حمز الشوبكي رؤية وفي هذا السياق تناقش حلقة نبض البلد التي تأتيكم بعد نهاية هذه النشرة تناقش ملف الانتخابات النيابية نشرت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية 40 مراقبا جديدا في سائر انحاء المبلكة لينضموا الى 26 اخرين تم نشرهم في الرابع والعشرين من شهر اب الماضي في جميع المحافظات ابرز مهام الابعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات في التقرير التالي بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة انتخابات المجلس الثامن عشر هي خطوة مهمة في مسيرة الاصلاح في الوردن لا سيما وانها ليست المرة الاولى التي يقوم فيها الاتحاد الاوروبي بارسال بعثة لمراقبة الانتخابات البعثة اكدت انها لن تتدخل او تشرف على العملية الانتخابية باي شكل من الاشكال ولن تسعى لاطفاء الشرعية على النتائج وانها تأمل في المساهمة في عملية انتخابية ذات مصداقية وشفافية بعثة الاتحاد الاوروبي ستقوم بمراقبة الانتخابات وتحليل شامل للعملية الانتخابية بناء على مراقبة طويلة الامد تماشيا مع القانون المحلي والمعايير الاقليمية والدولية ويشمل التحليل جوانب الاطار القانوني واداء الادارة الانتخابية والحملات الانتخابية واحترام الحريات الاساسية والسلوك والتصويت والفرز وعد الاصوات والشكاوى والطعون واعلان النتائج الاتحاد الاوروبي سينشر حوالي مئة مبعوث بين مراقب وخبير على المدى الطويل والقريب في سائر انحاء الاردن من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الثمانية والعشرين بالاضافة الى سويسرا والنروج لذلك هذا هو المعارض لنا اليوم أريد أن أخبركم أنكم قد تشعرون ولكن لا أستطيع أن أشاركم اليوم لأن هذا ما سوف نفعله في 22 سبتمبر في 11 سبتمبر في الانتخابات نفسنا في هذا الاتحاد ثم سوف نستطيع أن نتحدث ليس فقط عن الانتخابات وماذا هي المساعدة ولكن أيضا عن وجودات ومعارضات إذن البعثة الأوروبية ستراقب الانتخابات ضمن مدوينة سلوك لا تسمح لهم بأي تدخل في العملية الانتخابية وستصدر تقريرا نهائيا وشاملا في غضون شهرين من انتهاء العملية الانتخابية وستشمل توصيات تقدم للنظر فيها من قبل المعنيين لتطويرات مستقبلية ومحتملة للعملية الانتخابية جورج برهم رؤية أنهت المدرية العامة لقوة الدرك بالتعاون مع الأجهزة المعنية الخطة الأمنية التي سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة لضمان سهولة العملية الانتخابية وأمن وسلامة المواطنين حيث سيتم العمل على توفير الحماية الأمنية خارج مراكز الاقتراع ولدى نقل الصندوق وتأمين مستودعات الهيئة المستقلة للانتخاب ومراكز الفرز والدوائر الهيئة المستقلة هي المشرفة الكاملة على العملية الديمقراطية من الألف لليا نحن كدورنا كأجهزة أمنية الحمد لله استعدادنا استعداد من أول ما بلشت أو أعلنوا هذا اليوم قامت قوات الدرك بمجموعة من الإجراءات سواء على المسوى المحلي كمديرية عامة وضعنا الخطط الأمنية اللازمة لتأمين الحماية الأمنية للمقار أو للمواقع الفرز والاقتراع وبنفس اللحظة حتى ما يكون غايب عنده الناس إحنا كأجهزة أمنية سواء قوات درك أو أجهزة أمنية أخرى إحنا لسنا معنيين بعملية من فاز من اقترب بس إحنا الحمد لله معنيين بأمر أنه نسهل الإجراءات ونقدم الخدمة الأمنية لجميع المنظومة المعنية بالانتخابات سواء للهيئة المستقلة أو للمرشحين أو للمواطنين اللي بدلوا بأصواتهم لن نسمح لا سمح الله بأي خرق أو تجاوز على القانون أو النظام والعرف العام الحمد لله استعداداتنا زي ما حكيت لك جميع قوات الدرك بالانذار الفوري وجاهزة للتقديم الحماية الأمنية والخدمات الأمنية لجميع المناطق المملكة الأردنية قسمنا المنطقة إحنا وقسمنا المملكة إلى ست قطاعات واجبنا زي ما حكيت هي عبارة عن إسناد للأجهزة الأمنية الثانية وتدخلنا بالقانون وبالنظام أينما تستدعي الضرورة لا تدخل قوات الدرك وهذا معروف للجميع قائمة نسائية انتخابية في محافظة الزرقاء هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات النيابية في الأردن تفاصيل أكثر في التقرير التالي لأول مرة في تاريخ انتخابات الأردن شكل عدد من النساء قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية قائمة كتلة النشميات تتكون من سيدات جئن من عدة منابت وأصول واتجاهات سياسية وفكرية بهدف تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية إضافة إلى إحداث تنمية بما يخص مشاركة المرأة في الانتخابات وإنصافها من قبل الوطن والمواطن تضم الكتلة تسعة نساء من أطياف متعددة في المجتمع وجاءت مشاركتهم ليس تحديا للرجال إنما لتكامل المسؤولية من أجل الوطن والمواطن مواطنون عبروا عن سعادتهم بتشكيل هذه الكتلة التي تضم سيدات المجتمع خاصة أن هذه الكتلة تعد سابقة في تاريخ الانتخابات النيابية على مستوى المملكة معتبرين أنها خطوة جريئة وتدفع من حضوض وقوة المرأة في المشاركة بالعملية السياسية المقبلة أنا بعتز وبفتخر أنه في مثل هاي كوكبة من نشميات وسيدات الزرقاء اللي استطاعوا أنه يشكلوا هذه القائمة وأنا بعتبرها هذه يعني خطوة جريئة جدا على أنه سيدات يشكلوا قائمة نسائية بحتة فعلا أنه إشي غريب وإشي مميز يعني وما شاء الله وفعلهم النجاح إن شاء الله هذه الكتلة جاءت من خلال ما أثبتته المرأة من وجود فاعل في صنع القرار من خلال تسليمها عدة مناصب كما تزايدت قوتها في تأثيرها بالسياسات المحلية والوطنية والدولية انطلاقا من إحساسنا بالمسؤولية تجاه وطينا حيث تشكل المرأة الأردنية 54% من المجتمع الأردني فكان يجب علينا المشاركة لتفعيل دور المرأة في المجتمع الأردني وتحفيز المرأة للمشاركة في الانتخابات اتفقنا على أساس إنه نعمل إشي مختلف الإشي المختلف هذا ما صار على مستوى الشرق الأوسط كامل حتى على مستوى العالم كله كامل ما صار عمرها قائمة من الستات فقط تشكل بالطريقة هاي وسميناها أطلقنا عليها قائمة النشميات الهدف عنا إنه نكون إيد بإيد للتغيير كتلة النشميات علامة فارقة في الانتخابات النيابية الحالية حيث يطرح وجودها عدة تساؤلات هل المجتمع الأردني جاهز لانتخاب المرأة؟ وهل المرأة قادرة على مجارات الرجل في مواقع المسؤولية التشريعية وخاصة بعد نجاحها في أغلب المواقع القيادية في المملكة ليبقى المشهد على ما هو عليه في انتظار نتائج الانتخابات النيابية المقبلة وإلى محافظة البلقاء حيث أنهت الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية أنهت الاستعدادة اللازمة لكافة مراحل العملية الانتخابية مع بدء العد التنازلي ليوم الاستعقاق الدستوري تزداد وطيرة الحراك الانتخابي في محافظة البلقاء والتي سجلت فيها 13 قائمة تضم 113 مرشحا ومرشحة يتنافسون على عشرة مقاعد بالإضافة إلى مقعد الكوتة النسائية كما بلغ عدد الناخبين 298 ألف ناخب وناخبة الهيئة المستقلة للانتخاب أتمت الاستعدادات في مركز المحافظة كتوزيع الصناديق وتركيب اللوحات الإرشادية على مراكز الاقتراع وتدريب الكوادر البشرية لإدارة العملية الانتخابية وتركيب العديد من كاميرات المراقبة وذلك بهدف ضبط سير العملية الانتخابية بحسب رئيس لجنة الانتخاب المهندس خالد لكسوس استكملت الهيئة المستقلة للانتخابات في محافظة البلقة كافة الإجراءات ومع نهاية هذا اليوم سيتم الانتهاء من استلام أوراق الاختراع والفرز وسيتم تزويد كافة مراكز الاختراع والفرز في محافظة البلقة بالمواد الغير حساسة من سنديق حيث مع مساء هذا اليوم سيكتمل التوزيع في كافة المراكز غرف عمليات رئيسية وفرعية وتوزيع اللجان على مراكز الاقتراع وتوزيع دفاتر الاقتراع على المراكز مساء يوم الاثنين المقبل عقب استلام المراكز من مديريات التربية والتعليم يبلغ عدد السنديق عندنا 428 سندوق موزعة على 119 مركز في كافة المناطق الفرعية في المحافظة في عين الباشا في عندنا 121 في عندنا في قصبة الصلط في عندنا في دير علا وفي عندنا الشؤون الجنوبية بحيث مجموع المراكز في الأربع مراكز فرعية 119 مركز العشرون من أيلول المقبل هو يوم استحقاق دستوري ويوم حسم يجلي فيه الأردنيون بأصواتهم ويترقبون مخرجات الصناديق علها تأتي بمجلس مغاير عن المجالس النيابية السابقة في الآداء والطموح أسامة العدوان رؤية بعد ستة أيام على اندلاع الحريق لشكل متقطع ومتكرر تمكنت كوادر الدفاع المدني ومديرية زراعة عجلون من إخماد الحريق الذي شب في غابات حرجية بمساحة مئة دنم امتدت بين عجلون وعنجرة وجرش حتى ساعة متأخرة قبل فجر اليوم وصلت كوادر الدفاع المدني ومديرية زراعة محافظة عجلون عملية إخماد وتبريد الحرائق المتعددة التي بدأ بإضرامها مجهولون منذ صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك في المناطق الحرجية الكثيفة الواقعة بين محافظتي عجلون وجرش وأتت على مساحة تقدر بمئة دنم من الغطاء النباتي في المنطقة كاميرا رؤية رافقت فرق الإطفاء التي ساندتها وحدات وآليات حضرت من محافظات الوسط والشمال للمشاركة بعمليات الإطفاء في موقع الحريق بالقرب من بلدة عنجرة بسبب تعدد مواقع الاشتعال في نفس المنطقة وعدم كفاية الآليات والكوادر البشرية إشعال الحرائق وتقطيع الأشجار في غابات محافظة عجلون ظاهرة تتزايد في أيام العطل والأعياد رغم خطط الرقابة الصارمة وجهود المسح الدوري لكافة المناطق الحرجية والتي جاءت للحد من هذه الاعتداءات حفاظا على الثروة الحرجية خصوصا مع قرب موسم الشتاء حيث تفتعل الحرائق من أجل تجارة الحطب دون ترخيص أهلا بكم من جديد دخل الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال مالك القاضي مرحلة صحية صعبة نتيجة استمراره في الإضراب المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين هذا وقالت محامية الأسير أن الأطباء يتوقعون أن يفارق الحياة في أي لحظة جراء ترد حالته الصحية داعية وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك السريع لوقف سياسة الموت التي يمارسها لإحتلاله مع الأسرة أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه يتوجب على حكومة الاحتلال وقف بناء وتوسيع مستوطناتها على حساب أراضي الضفة الغربية ووقف الحصار على قطع غزة الأمر الذي يخرق كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإنسانية جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عباس خلال قمة عدم الانحياز المنعقدة في فينسويلا بدورتها السابعة عشرة والتي أشار خلالها إلى تمسك الحكومة الحلسطينية بالمبادرة الفرنسية وأنه يواصل العمل مع فرنسا والأطراف العربية والأوروبية والدولية لعقد المؤتمر الدولي للسلام وإيجاد آلية جديدة للمفاوضات لإحلال السلام على أساس مبدأ حل الدولتين السكين المصطلح الأكثر تداولا في الأوساط الفلسطينية إثر موجة الإعدامات الميدانية التي نفذها جنود الاحتلال بحق أبناء فلسطين خلال الأيام الماضية حيث كانت أوجه التشابه في كل الجرائم جرائم الاحتلال ليقيام جنوده بوضع سكينا قرب الشهيد ليدعوا بعد ذلك أن الذي تم استهدافه كان ينوي تنفيذ عملية طعن ضدهم مصطلح السكاكين من معجم النضال الفلسطيني ليضحي الأدات التي يستخدمها الاحتلال بشكل غير مباشر في إرهاب الفلسطينيين وإعدامهما بالتحديد على الحواجز ونقاط التفتيش الإسرائيلية حيث يبلغ عدد الحواجز التي تعرقل الفلسطينيين وتعيق حركتهم بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نحو 522 حاجزا شكلت مصدرا لمأساة يومية يعيشها المواطن الفلسطيني ومن هنا تأتي عملية الطعن لا أميل إلى أن الشبان هم الذين يبادرون بمثل هذه العمليات إلا إذا ما استفزوا من قبل القيادة الإسرائيلية ومن قبل الجيش الإسرائيلي الجنود الإسرائيليين إذا ما مشيت بينهم ستجد أن هناك امتهان لكرامة الفلسطيني بالتالي إذا ما أعجب هذا الجندي منظرك يحق له أن يطلق عليك النار دون أن يحاسب تم توثيق بالصورة وبالصوت أن الجنود الإسرائيليين بعد أن قتلوا شبانا وفتيات أقدموا على إلقاء السككين إلى جانبهم فبالتالي الجنود الإسرائيليين جنود يعني يكذبون جنود يلفقون التهم الحجة الجاهزة لإعدام الشبان الفلسطينيين أنهم حملوا سكينا أو حاولوا قتل جندي أو مستوطن يمططي سلاحه المتطور طعنا وفي بعض الأحيان أثبت حقوقيون أن عددا من الشهداء لم يحملوا سكينا حتى بل تم وضعها بجانبهم لإيجاد حجة تفند جريمة القتل غير المبرر بكل الأعراف الدولية لا شك أن الاحتلال يزور الحقائق ويستفيد ويستفيد من كل شيء لصالحه ويجير أي موقف سواء كان لنا أو ضدنا لصالحه هو فبالتالي لا يمكن أن يكون هناك ثقة بما تقول إسرائيل لأن الرواية من جانبها فقط لا ذنب للسكين كأداة فيما يحصل للفلسطينيين من إعدامات ميدانية على أيدي جنود الاحتلال فهذا السكين أثبت نجاعته في البداية عن طريق عملية الطعن حيث استطاع أن يبث الرعب في أوساط الإسرائيليين فكان يحمل الخوف إلى قلوبهم لا منه بل من حق حامله وصاحبه من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرى رؤية الغارة التي نفذها طيران التحالف الدولي في مدينة دير الزور أمس وأسفرت عن مقتل عشرات من عناصر الجيش السوري عمقت حجم الخلافات والاتهامات المتراشقة بين روسيا والولايات المتحدة حول تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في سوريا ما يزيد عن ثمانين عنصرا من قوات الجيش السوري قتلوا جراء غارة نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قيل إنها بالخطاء على موقع للقوات الحكومية السورية في جبل الثردة القريب من مطار دير الزور العسكري الهجوم كان يستهدف أفراد عصابة داعش الإرهابية حسب التحالف لكنه بعد أن استهدف بالخطاء موقع الجيش السوري مكن داعش من التقدم والسيطرة على جبل الثردة لبعض الوقت قبل استعادة القوات السورية له بمساعدة من طيران حليفها الروسي وثقا لمصادر ميدانية وبعيدا عن التداعيات الميدانية لها عمقت هذه الحادثة من حجم الخلافات الأمريكية الروسية حول مجريات الأوضاع في سوريا إذ قالت وزارة الخارجية الروسية إن الهجوم يهدد الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن سوريا الذي تم التوصل إليه قبل نحو تسعة أيام وسرى بموجبه وقف لإطلاق النار لمدة أسبوع ومدد لاحقا ليومين رغم الخروقات الواسعة له وتحذير موسكو من انهياره وزارة الدفاع الروسية وفي معرض ردها على الحادثة قالت إن الهجوم إذا ثبت أنه لم يكن خاطئا حسب الدعاءات واشنطن فإن سببه سيكون عناد واشنطن وصلفها في رفض التنسيق العسكري مع موسكو حادثة انتقلت تداعياتها لمجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة طارئة مساء السابت بطلب من روسيا لمناقشة الهجوم دون أن يسفر عن نتائج واضحة في خضم الجلسة رفضت سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة سمان ثباور بشكل قاطع اتهامات موسكو لبلادها بالتواطئ مع داعش ودعمه وأكدت أن واشنطن تحقق في هجوم دير الزور الخاطئ في وقت جددت فيه الاتهامات لروسيا بقتل طيرانها مئات المدنيين في سوريا وبعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن اتفاق الهدنة هناك وبالدعم المستمر للنظام السوري المستبد ولجرائمه ضد المدنيين على حد وصفها مبدية استغرابها من الحاح موسكو على عقد هذه الجلسة والاستخدام الدائم للفيتو للحيلولة دون ادانة النظام خلاف جديد بين روسيا والولايات المتحدة إذن زاد من سعير نيران خلافاتهما المشتعلة حول سوريا كان آخرها قبل حادثة دير الزور اتهامات موسكو لواشنطن برفض تقاسم وثائق مع مجلس الأمن الدولي متعلقة باتفاق الجانبين الأخيرة حول وقف الأعمال القتالية في سوريا في جولتنا الإخبارية حول العالم المزيد من الأخبار منها مقتل رجلي أمن بإطلاق نار في السعودية وتواصل أعمال القمة السابعة عشرة لدول عدم الانحياس موسيقى قتل عنصران من قوات الأمن السعودية في إطلاق نار من مجهولين ليل السبت في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية حيث تتركز الأقلية الشيعية بحسب وزارة الداخلية والتي اعتبرت الحادثة جريمة إرهابية موسيقى فتحت 3500 مركز انتخابي في العاصمة الروسية موسكو أبوابها بحضور المراقبين الحزبيين والمستقلين للوقوف على سير التصويت إلى جانب الكاميرات المنصوبة والبث الحي الذي نظمته اللجنة المركزية للانتخابات الروسية في جميع المراكز الانتخابية على امتداد البلاد ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا 95000 ما يتيح التصويت لأكثر من 110 ملايين ناخب موسيقى بدأ الناخبون الألمان التصويت الأحد لتجديد البرلمان في العاصمة الليبرالية والمتنوعة في اقتراع من المتوقع أن يشهد بروزا جديدا لحزب ألمانيا الشعبوي المعارض للهجرة ونتيجة مخيبة جديدة لمعسكر المستشارة أنجيلا ميركل ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف المصلين الجمعة في مسجد في المنطقة القبلية شمال غرب باكستان إلى 36 قتيلا ووقع الاعتداء الذي تمناه فصيل من طالبان باكستان في قرية بوتماينا في منطقة مهمند القبلية الواقعة على الحدود مع أفغانستان حيث يقاتل الجيش حركة طالبان اندلعت اشتباكات جديدة صباح الأحد في منطقة الهلال النفطي شرق ليبيا بين قوات السلطة الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر وجهاز حرس المنشآت النفطية الموالي لحكومة الوفاق الوطني بعدما هاجم عناصر هذا الجهاز المنطقة بحسب ما أفاد مصدر عسكري تواصل أعمال القمة السابع عشر لحركة دول عدم الانحياز أعمالها تحت شعار متحدون على طريق السلام بمشاركة قادة وممثلين من 20 دولة في جزيرة مارغريتا الفنزويلية وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو انطلاق أعمال القمة خلال كلمة ألقاها بعد تسلم بلاده رئاسة الدورة الحالية من الرئيس الإيراني حسن روحاني في الوقت الذي احتفل فيه الأطفال في إربد داخل مدن الألعاب في المولات كان أطفال مخيم إربد يصنعون فرحهم بأيديهم في أزقة وشوارع المخيم فرحة العيد مليئة بالمفاجآت والفوارق فهنا نجد الأطفال يعبرون عن فرحتهم بحلول العيد في محافظة إربد في إحدى مدن الألعاب في أحد المجمعات التجارية معبرين عن فرحتهم باستحاب عائلاتهم لهم ليتمتعوا بالألعاب الإلكترونية المتطورة الحمد لله احنا مبسوطين وطلعنا عشان العيد وطلعنا نفرح على الأولاد والعيد هي فرحة للأم الإسلامية كاملة وفي ذات السياق بمناسبة واحدة ولكن الظروف تختلف في مخيم إربد والأجواء التي تتوفر في المخيم حيث تعبير الأطفال عن فرحتهم بحلول العيد يأتي مختلفا عن غيره في الأماكن الأخرى أطفال المخيم صعب أنهم يصلون لمراكز بعيدة والملاهي وهذا بعيد عنهم عملنا هذه الشغلة بأسعار رمزية بنواخذ عشر قروش على الولد وعندنا عمال عليها كثير يعني شغلة بس أنه مش هالفادي بس لرسمة الفرحة على وجه الأطفال فالأطفال يبحثون عن الفرح بأي شكل من الأشكال فهنا تستبدل الألعاب الحديثة بأخرى بدائية وتستبدل المراجح والألعاب الكهربائية بأخرى تعمل باليد وقوة الدفة وتستبدل ماكينة الحلوى بوعاء بلاستيكي فألعاب الأطفال في مخيم إربد قصة حلم تتشكل بجهود فردية لصناعة البسمة ونشرها بين الأطفال وإن اختلفت الوسيلة فالطريق واحد للفرح والآن مع هذه المشاهد واللقطات بلا تعليق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة